أوريانت بودكاست نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا أستاذ صلى الله الغازي أهلا وسهلا فيك بأوريانت بودكاست كثير من الأصص اللي رح نحكي عنا اليوم سواء حول إذن السفر اللي كان يمنح كان يمنح للعائلات السورية المتضررة من الزلزال بالولايات العشر لكن خليني بلش من كوجلي الولايات اللي شهدت أحداث خليني سميها ثم مظاهرات ضد اللاجئين من بعض المواطنين الأتراك ولاحقا عرفنا منك أنه في خطة أو في قرار بترحيل عشرة سوريين شو اللي صار بكوجلي وهل فعلا تم ترحيل عشرة سوريين أستاذ طبعا في كوجلي كان في نقطة أساسية اليوم بدأت الأحداث يوم الأحد الماضي مساء تقريبا الساعة عشر وعشر ومص عندما كنا في كوجلي خلال اليوم الماضي التقينا مع بعض الأسر السورية التقينا مع بعض الأخوة الأتراك فتقريبا معظم الإفادات التي تقاطعت عند هذه النقطة أو الفكرة بلشت الأحداث يوم الأحد المساء الساعة عشر وعشر ونص أحد المواطنين الأتراك في حي اسمه ميمار سينان تحديدا في لوفوزا عنده كلب وهذا الكلب بشكل دائم يعني الرايح والجاي من الشارع الكلب قام يهجم عليه مو بس السوريين حتى الأتراك فأحيانا كانوا يضربوا الكلب بالحجر بشان يبعدوا عنهم طبعا على مر كل الأشهر الماضي هذا الموضوع كان مستمر قبل اليوم الأحد تقييما بيومين يعني خلينا نقول اليوم الجمعة أو السبت مجموعة من الشباب السوريين فترة عطلة العيد مارين من منطقنا في السن الشارع فهذا الكلب هاجم عليهم فقائمين الشباب السوريين ضربينه بالحجر بشان يبعدوا صاحب الكلب شايفهم وصار بياتهم مناوشات كلامية على لا تضربوا الكلب وليش ضربتوا الكلب فقالوا له انه احنا ما ضربنا الكلب بقصد الإيذاء وانهم فقط من باب الإبعاد الأحد المسى صاحب الكلب لقى كلبه ميت فلما لقى كلبه ميت مباشرة راح هجم على بيت أحد الشباب السوريين ابن الجوار جيرانه وصار يتهموا انه انت اللي قتلت في الكلب انت والمجموعة الشباب اللي كانوا معاك انت السوريين اللي سممتوا الكلب وهالأمور هاي هون طبعا الأحداث اتفاقمت أكثر صار فيه مشادات كلامية صار فيه نوعا ما خيرنا نقول خلاف بعض الأتراك الموجودين من أقرباء الشخص صاحب الكلب صاروا يقولوا انه والله السوريين هجموا على بيوت الأتراك فهون المنطقة بيأكملها كمواطنين أتراك قسم كبير منهم طلعوا على الشارع مظاهرات ضد السوريين وبدنا نطالع السوريين وما بدنا السوريين بهذا الموضوع زاد الموضوع سواء تدخل بعض الأطراف والقيادات بحزب الظفر للأسف الشديد اللي بلشوا ينشروا سواء كان على تويتر أو سواء كان حتى على أرض الميدان انه السوريين هجموا على الأتراك وما رح نسمح بهذا الشي ولازم نطالعهم بهاي الأثناء طبعا كان في عندنا تناقض ببيان الوالي والي كوجلي في بيانه الرسمي قال بأن السوريين ما لهم علاقة لا هجموا على بيت حدا ولا ضربوا حدا ولا أي شي لكن في نفس البيان ذكر الوالي بأنه تم توقيف عشر أشخاص ورح تتم إجراءات ترحيلهم إلى سوريا خلال الأيام القادمة طيب إن كان الوالي ببيانه برأ السوريين من أي عملية مهاجمة أو من أي عملية أحداث فوضى أو بلبلة في المنطقة ليش تم توقيف الأشخاص العشر هدول على أي أساس هذا الأمر الأستاذي ذكرنا بأحداث سابقة مشابهة تماما لأحداث فيلوفوزا أو خير سميها كوجايلي كلية نتذكرت بالألفين وعلى الانتخابات البلدية في منطقة إيكتلة لما انطلعت إشاعة إنه شاب سوري اتعدى جنسيا على طفلة تركية وكيف وقتها للأسف الشريط اتعرضت محلات ومنازل السوريين في إيكتلة للتكسير والتخريب كذلك الأمر أحداث ألطندغ في أنقرة شفنا كيف الأحداث كانت في منحة مختلفة تماما نتيجة بعض الأحداث الأشكال كذلك الأمر في منطقة توربالة في إزمير نفس الأحداث اتكررت في منطقة توربالة إزمير الملاحظ أستاذي إنه اليوم احنا في عندنا طرفين مسؤولين عن الشي اللي صار سواء كان في كوجايلي أو سواء كان في الفترات الماضية الطرف الأول هو خطاب الكراهي والتمييز العنصري في أطراف سياسية تحديدا حزب الظفر وأيضا طبعا خلال الفترة الانتخابية كما على الكريشدار أولو معلش لو وقفتك نرجع لهي النقاط بس على حدث نفسه لأنه في كثير يعني خليني أقول السوريين شافوا نحن نعرف أن تركيا تعامل الحيوانات وعند حقوق للحيوانات وإلى آخره لكن السوريين ربطوا بشكل مباشر بين كل ميت وترحيل عشرة سوريين فأولا هل فعلا سيتم ترحيلهم أنا عرفت أنك كنت بالولايين بارح هل فعلا أولقي القبض عليهم على الأقل أستاذي ترحيل إحنا كالأمارة بالتنسيق مع بعض المنظمات الحقوقية قام نصح حاليا بموضوع إيقاف الترحيل لكن يعني هن ونقي القبض عليهم هم مقوفين خلين نقول بدائرة الهجرة نتأمل نتأمل أن يكون الترحيل وما تم ذكره في بيان الوالي هو فقط من أجل تخفيف حدة مشاعر الأهالي المنطقة أو الحي الأتراك ضد السوريين أنه إحنا مسكنا عشرة وراح نرحلهم لأنه فعليا ما عندك أنت ذريعة قانونية تخول دئاسة الهجرة أو مدية الهجرة بترحيل هؤلاء العشرة على أي أساس بدك ترحلهم مدام الوالي بذات نفسه اعترف أنه هذولا بيكون بساطة ما لهم ضرب نتذكر حادثة الشاب حمامي بباجرر اللي حطت الكرسي بنص الطريق وتم تصويره في الإعلام التركي أنه وقع يتحدى الأتراك ويتحدى كل شيء ما هو رئيس الهجرة أو مدير الهجرة في إسطنبول بيرم يونسو طلع وقال الشاب ما له علاقة طيب مع ذلك كان موقوف في مدية الهجرة طبع تم اطلاق صراحه بعد فترة فأحيانا هذا الموضوع يتم استخدامه فقط من أجل خلين نقول تسكين هيجان الشارع قدر الإمكان أن أجد ضبط الأمور الناس اللي يكون في عندها مشاعر خلينهم نقول عدائية تجاه السوريين أتأمل هذا الشيء لكن بالتوازي مع هذا الأمر بالتوازي مع هذا الرأي نحن حاليا مع منظمات حقوقية تركية قام نشغل على موضوع اللاجئين السوريين بحيث إن شاء الله ما يتم ترحيله ممكن أنه يتم ترحيله؟ ممكن أنه بالفترة الحالية كل شيء وارد أستاذي وخاصة أنه الأمور بدأت واضحة بعد الانتخابات كنا دائما نربط الأمور بالانتخابات لكن الموضوع أبعد بكثير هل فعلا وصل الأمر أنه تم الكشف على طريق الطب الشرعي على الكلب للتأكد من وجود سم أو عدم وجود سم؟ شوفوا السريع لما قلت الخبر أن الجهات الحكومية أخذت جثة الكلب لها تتكشف عليه وتشوف إيش أسباب وفاته صدقني كيف ممكن أن أقول لك إياها أحسست بأنه قيمة الإنسان السوري باتت في تركيا في بعض المواضع لا وجود لها لما انتبعنا قضية إزمير الشباب الثلاثين حرقوا تقرير الإطفائية الأول والثاني أجع على أساس أنه الحريق ناتج عن ماس كهربائي ما حدا كلف وقتها نفسه من أي جهة حكومية أنه يعملوا التحليل ويأخذوا عينات من السوريين ثلاثة اللي مات وحرق لحتى يعرفوا إيش أسباب الوفاة هل هو بالفعل حريق عادي ماس كهربائي ولا في عينات بدمهم أو في رئتينهم غازات ناتجة عن مات دم محترقة فإنت لما تجي تشوف ثلاثة السوريين ماتوا حرق وتقرير إطفائية يسكر على الموضوع ويجي يقول والله نتيجة ماس كهربائي وتشوف كلب مات ويصير إليه تحليل عينات وكذا فللأسف للأسف يعني شيء مؤسف جدا الروح لموضوع أذن السفر إلا إذا في شيء لازمت لنا كمان عن كوجالي قلت لك يا موضوع كوجالي هو مشابه لكل الأحداث الماضية طرفين الأساسيين اللي أنا لحملوا المسؤولية بمحضوع أوضاع كوجالي شوف كوجالي أحداث إكتلة ألطنضاق طوربال في إزمير طرفين يتحملوا المسؤولية العنصريين الفاشيين أمثال أميد أصدار كمع الكريشدار أغلو طانجو أصدار بخطابهم العنصري ضد اللاجئين السوريين وعدم رغبة الحكومة التركية بمتابعة هذه الأحداث بشكل جدي اليوم أستاذي تعامل الحكومة التركية بأحداث ألطنضاق بإيكتلة بكوجالي تحس أن الحكومة التركية قام توصل رسالة للمجتمع التركي للمواطن التركي أخي إذا بدك ترحل السوريين أو إذا بدك يعني أنا كحكومة أرحل السوريين روح يفتع المشكلة مع السوريين بأي منطقة وترك الباقي عليه هذا اللي قام يصير فعليا يعني مو بهالشكل تنحل الأمور اليوم بإيكتلة في ناس ما لهم علاقة تم ترحيلها في إيكتلة الناس راحت محلاتها راحت تبيوتها هل تم فتح تحقيق بالموضوع؟ هل تم توقيف أي شخص بأحداث إيكتلة؟ في طربة أو في إزمير طيب في كوجالي إذا الوالي قال لك أن هذول السوريين ما لهم علاقة بالمشكلة ليش وقفت العشرة؟ ففعليا تحس أن الحكومة بهذا الصدر وكأنها قام تبحث عن تبرير أو عن ذريعة أو حجة يقدمها المواطن التركي بحيمة بمنطقة ما لحتى يرحل السوريين طيب هذا الأسلوب بالتعاطي مع المشكلة رح يفتح المجال لدى بعض فئات المجتمع التركي في مرحلة قادمة في منطقة ما في حيمة أنه ما للمشكلة مع السوريين وطرق الباقي على حكومة وخلص سيحترحل السوريين مشكلة هاي ببوست طويل نشرت عن موضوع إذن السفر الخاص بالعائلات السورية المتضررة من الزلزال وكانت شهادات بلاشت تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه العائلات من أنه لم يعطوا إذن سفر جديد هاي العائلات كانت غادرت مناطق الزلزال من هاتاي لعنتاب لكهرامان مرعاش لبقية الولايات المتضررة خسرت منازلها خسرت حتى أفراد من عائلتها وبعضهم خسر أطرافه وممتلكاته خسائر كبيرة كانوا موجودين في عدد من الولايات منها إسطنبول في راديو أوريان جربنا التواصل خلال 24 أو 48 ساعة ماضية مع إدارة الهجرة للحصول على تصريح حول ذلك فشلنا ما قدرنا ناخد أي تصريح حول وجود قرار أو عدم وجوده جربنا التواصل أيضا مع جهات سورية اكتشفنا أنها لا تمتلك أي جواب ما عندها أي معلومات إذا ما كان هناك إلغاء أو عدم إلغاء لموضوع إذن السفر شو المعلومات اللي عندك إستاذ ألغي القرار فعلا أستاذي بما يتعلق بقرار إلغاء إذن السفر طبعا رئاسة الهجرة ومديريات الهجرة في كل ولاية كل ما يتعلق بقضايا اللاجئين السوريين من قرارات يتم العمل بها وإبلاغها ضمنيا لا يوجد هناك أي إبراز من قبل أي جهة لأي وثيقة رسمية بهذا القرار اليوم إبراز وثيقة رسمية أو نص القرار هو مأخذ قانوني على رئاسة الهجرة طيب خلال الأيام الماضية تواصلوا معنا أسر وعائلات سورية مقيمة في إسطنبول مقيمة في إسبارتا مقيمة في إزمير ومقيمة في بورصة فقالوا إحنا راجعنا شعب الأجانب ومديريات الهجرة بشان نجدد إذن السفر للمرة الثالثة لأن كل إذن السفر كان لستين يوم فخلصت أول أربعة أشهر دخلنا في المرحلة الثالثة فاتفاجأوا أن الموظفين في شعب الأجانب وديريات الهجرة قالوا أنه القادمين لهذه الولايات أو لولاية أخرى من المناطق المنكوبة أو المتضرين من الزلزال معنا نعطيهم إذن السفر الكل لازم يرجع على ولايته على منطقته على حيه طيب هذا بحذاته يعتبر قرار تعسفي أنا أرى بأنه هو قرار لا إنساني لا أخلاقي في الدمقام الأول طيب خلينا بس على عجالة أستاذي أعطيك بعض البيانات المتعلقة برئاسة الهجرة قبل البيانات وهي كتير مهمة استعصتها لكن ألم تكن أساسا رئاسة الهجرة واضحة من بعد أيام من الزلزال أنه نحن نعطي تسعين يوم يعني هنا لم يعدوا بأكثر من ذلك بالتالي اليوم الإجراء قانوني حتى التسعين يوم رئاسة الهجرة كشخص أرى أن لا عهد لها في أي شيء قالت لا سابقا ولا لاحقا هي قالت أنه إذن السفر التسعين يوم نتفاجئ أنه العائلات الراحت قالوا أحنا أكثر من شهرين ما ننطل ستين يوم طيب سؤال الحكومة التركية بحد ذاتها أقرت بأن موضوع إعادة أعمار المناطق المنكوبة والأحياء المنكوبة من الزلزال قد تستغرق أكثر من عام يا أستاذي إلى الآن في أنطاكيا وفي مرش وفي النودا وفي الإصلاحية في بنايات لسا أنقاضها ما انشالت طيب أنا اليوم كرئاسة هجرة لما منعت إذن السفر عن السوريين الموجودين في الولايات طيب أنت هذا الإنسان وين بدك تبعثه وين بدك تبعثه المواطن التركي بهذه المناطق هو أساسا لم يقدران يلاقي بيت طيب كثير من العائل السورية خلال الشهر الماضي قبل العيد راحت على مناطقها على مرش على أنطاكيا إصلاحية النودا يا أستاذ الغرفة الوحدة أجارها 20 ألف 15 ألف الغرفة الوحدة هذا إذا أعطوك إلا أنك سوري يعني اليوم التركي مملاقي بيت طيب أنت كسوري شو بدك تلاقي بيت طيب رئاسة الهجرة بهذا المقام مو هي كرئاسة الهجرة دائما تستخدم الشعارات والمشاعر المبنية والقايمة على الأخوة والأنصار والمهاجرين طيب يا أخي أنا عندي عائلات فقدت أزواجها أنا في عندي عائلات أجت من مناطق الززال لأسطنبول نعرفها هون موثقة ومقيدة ناس خست أولادها بالززال طيب فوق مصيبة هاي العائلة بما فقدته من أفرادها تجي الضيف عليهم مصيبة تقوله رجاء ويبدو يرجع طيب أنا اليوم هاي العائلة يا أستاذي إذن من ترجع ما رح يكون لها قيد سكن كيف رح يكون مستقبلها هون مشكلة أساسية لذلك الأمانة أنا دائما أنبه على نقطة أساسية ونبهت أول أسبوع من الززال قلت كنت وقتها أشرت على نقطة أساسية أخشى أن تستخدم رئاسة الهجرة واقع اللاجئين السوريين المتضررين من الززال والقادمين من هذه الولايات العشر المتضررين من الززال كفئة مستهدفة وشريحة مستهدفة بما يتعلق بمشاريع إعادة مليون لاجئ سوري بين قلصين طوعيا أي قسريا إلى مناطق الشمال السورية الأرقام التي خلينا نجي على الأرقام أنا خلال منشور الماضية أو خلال أيام الماضية بعض الأرقام الصادرة عن رئاسة الهجرة أستاذي في تاريخ 13 كانون الثاني من العام الحالي يعني الشهر الأول رئاسة الهجرة أصدرت بيانات ومعطيات متعلقة بعدد اللاجئين السوريين كانوا متواجدين في الولايات العشر التي تم الإعلان على أنها ولايات متضررة من الززال عدد السوريين في هذه الولايات وفق بيانات ومعطيات رئاسة الهجرة بلغة مليون وسبعمية وثمانة وثمانة وثلاثين وثمانمية واربعة وثمانين لاجئ طيب هذا بالشهر الأول قبل الززال بعد الززال بتاريخ 15 حزيران يعني من الشهر تقريبا رئاسة الهجرة ذكرت في بياناتها ومعطياتها بأن عدد السوريين الموجودين في الولايات العشر المتضررة من الززال بلغ مليون وستمية وستة الاف ومية وواحد وعشرين يعني أنا عندي فعليا فرق بما يناهز مية وسبعة وسبعين ألف وسبعمية وثلاثة وستين قيد السؤال الآن لرئاسة الهجرة المية وسبعة وسبعين ألف قيد للاجئين السوريين وين راحت ضخايا الززال بلغاء هاي القيون ضخايا الززال بتصريحات رسمية من وزير الداخلية السابق سليمان الصويلو ما جوزت 8400 وحتى اللي نزلوا على سوريا خلوصي أكار وقد تصرح قبل الانتخابات إنه 52 ألف أنا عندي مية وسبعة وسبعين ألف فرق ما بين الشهر الأول وما بين الشهر السادس هاي القيود ليش التغت وين أصحابها على أي أساس هذا يذكرني بشيء واحد قبل سنة سنتين وقد تم إلغاء ميتين ألف قيد من بطاقات حماية المواقع للسوري وقد رئاسة هجرة أنكرت بالأول إنه في قيود التغت لكن بوقت لما ضغطنا عليهم عن طريق المنظمات وعن طريق العلام قالت أي صح في قيود ألغيت لكن هذا خطأ في السيستم وبكل بساطة تقدر تراجع وتعدل الناس راجعوا في قسم ما عدلت طيب أنا اليوم عندي مية وسبعة وسبعين ألف قيد السؤال ويرو ما هذول هل هما من يتوفوا ما الحكومة التركية قالت توفوا بالزلزة الله يرحمون ثم من تلاف واربعمائة من السوريين هل هما الرجعوا على السورية يا أخي قلوصي قالك 52 ألف وواحد رجعوا على السورية هل هما الراحوا على أوروبا يا أخي اللي بديروا على أوروبا عن طريق التهريب أساسا ما رح يكون مقيد بسجلات خلاسة لتجرى أنه طلع من تركيا طيب هاي القيود وين راحت النقطة الثانية شو تفسير التفسير الأساسي أنا أخشى للأمانة أنه هاي القيود مثل ما قلت لك يتم استهداف ضحايا أو اللاجئين السوريين القادمين من المناطق المنزلزال كشريحة أولى بمشروع العودة والطوعي اللي أعلن عنها أردوغان في خطاب الشرفة بعد الانتخابات الأسوأ منه الأسوأ منه فوق 177 ألف قيد الآن مختفي ورئاسة تجري إلى الموضحت منهم هذول 177 ألف يعني الفرق كبير جدا لو افترضنا أنه اللاجئين السوريين موجودين بإسطنبول بإزمير ببورصة بسبارتا رجعوا لأنه ماضل في إذن السفر طب أنت رجعته على مرش رجعته على أنطاكا رجعته على نوردوغ رجعته على الإصلاحية هذا الشخص ما رح يضيه في بيت وأنا كسوري لاجئ لما يكون عندي بيت ما رح يكون عندي قيد سكن وخلال شهر إذا ما تبدأ قيد سكني كم لك رح يتوقف ففعليا أستاذي أنا عندي حوالي 400 ألف شخص 400 ألف شخص لاجئ سوريا هذول هما من مناطق عنطاكيا إصلاحية نوردوغ مرش هذول 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 ففعليا عندي 400 ألف شخص لأمام الآن أمام خطر عدم وجود قيد سكن وبالتالي أمام خطر إبطال كما لكم طيب لئاسة الهجرة مؤسساتنا السورية منظماتنا لجاننا إيش هو قفة من هذا الموضوع 400 ألف شخص اليوم أمام مشكلة أساسية كبيرة أمامهم كيف رح ينحلها عطيني اليوم شخص سوري قادر يجع على أنطاكيا وعلى مرش ويستأجر بيت ما بإمكانك ما في بيوت ما في بيوت ما في بيوت التركي لاقي بيت يا أستاذي كيف السوري يريد أن يلاقي بيت هذا غير موضوع الاستغلال المادي الغرفة 10.000 و 20.000 أسف على سزاجة السؤال لكن لازم أسأله الخيمة أو الكارفان لا تعتبر قيد السكن أستاذي المشكلة الأساسية حتى الآن حتى موضوع الخيم وقيود السكن بهذا الموضوع لم يتم تفعيلها حتى بموضوع الكارفانات يعني خلينا نحكيها بكل شفافية مؤسسة قطر الخيرية بعد الززال مباشرة أشارت بأنه إحنا رح نبعث 10.000 كارفانة لتركيا وهذه الكارفانات جزء منها للأتراك المتضررين من الززال وجزء منها من السوريين المفوضية الأوروبية باجتماع بروكسل بعد الززال قالت رح نبعث كمان حزن مالية بما يتعلق بموضوع إيواء اللاجئين السوريين وأيضا للأتراك كدعم وطبعا في جهات عدة طيب أنا السؤال غير العنصرية اللي احنا وثقناها في بعض الأماكن وفي بعض المخيمات الخاصة باللاجئين السوريين متضررين من الززال في تلك المناطق كم نسبة السوريين اللي أخذوا كارفانات قليل جدا طيب مو من حقنا احنا اليوم كسوريين كمؤسسات سورية وهذا مؤتمن على بنهاية مؤسساتنا السورية مؤتمن على دورها ورجانها يا أخي انت أساسا مقامة تواجه شيء انت لما تروح تقول لرئاسة تجرى الصراحة تقول لك أنا بعثت عشر تلاف كابينة أو بيت مسبق الصنع للأتراك والسوريين واجبك انت كاليوم جهة سورية تروح تسأل الأتراك وين هاي البيوت يا أخي لما تجي المفوضية الأوروبية تقول لك أنا بعثت حزمة مالية للمتضرين من الززال للأتراك والسوريين وصلت وصلت مساعدات مالية وصلت بس أنا كسوري وين استفت من هذا الموضوع يا أستاذي احنا ما قام نجي نواجه على المواخذ يوم الحكومة التركية ولا قام نتهم أي أحد بأي شيء بس يا أخي أنا اليوم كشخص متضرر يعني فوق مصيبة الززال مصيبة أن الأسرة السورية فقدت مثل ما تقول أفراد أب ولا أخ ولا أم من أفرادها طيب أبقى أنا بالحالة بالشارع أبقى أنا بالخيمة هاي إذا في خيمة حتى على مستوى توزيع الخيم بأول شهر الشهرين لما نحن رحنا على المناطق اللي ضررت من الززال الخيمة المعطيها للسوري غير الخيمة ويأخذها تركيا أستاذي حتى بهاي للأمانة احنا ما قام نقول الموضوع تعميم بس موجودة هاي الحالات ولا يتم إنكارها ولا يمكن إنكارها أساسا شكرا كتير إليك أستاذ طه كان ضيفنا اليوم بأوريانت بودكاست شكرا جزيلا هكذا تنتهي هذه الحلقة من أوريانت بودكاست شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء